طيب أنا كنت سألت كابتن طريق سؤال وعايز برضو أقدردش محرقكم فيه شوية أي مباراة في الدنيا ليها سيناريوهات نحن بنلعب مع منتخب كبير طول ما احنا متعدلين أنا متطمن على المنتخب مش هلقان حنيعرف نتعامل طيب وارد يخش فيك هدف وبعد كده ان شاء الله ترده بهدف تاني بإذن الله يعني وارد كل حاجة واردة في الكورة طيب لما يخش فينا هدف نفضل زي ما احنا نفضل زي ما احنا أكيد كالوس كيروش حاطس سينارياتا مش مستني النصيحة يعني بس يعني بدردش معكم انه لازم نثبت لازم دخل فينا جونح مخسنناش لسه المباراة احنا كده متعدلين فنفضل هديين فيش توطر مفيش توطر ولا عزمة وانا عندي برضو أمارة مع منتخب مصر كالوس كيروش اللي بيدربه كالوس كيروش ايه هي ان احنا لما تأخرنا قدام المغرب في الدقائق الأولى في كاس الأمامة الأفريقية منتخب مصر عمد شكل هجومي عظيم جدا احنا هجمنا على المنتخب المغربي هجوم كاسح كاسح فرص يمين وفرص شمال وفرص ضيعة وقرب في العرضة كل حاجة عملناه لحد ما تعدلنا ولحد ما كسبنا في الآخر ده عملناه في أمورات المغرب فانا ردت الفعل عشان فيه ناس قلقانا شوية تقولك ماهل لو السنغال سجلت فينا هي المشكلة مش ان احنا بتدفع كويس المشكلة اللي احنا مش نعرف نهاجم لا هنعرف نهاجم ان شاء الله يعنش بإذن الله هنعرف نهاجم اكيد هو بيبحث السيناريوهات دي اكيد هو كمدرب حاضر السيناريوهات دي بشكل واضح اي مدرب في الدنيا بيعمل كده بيش بيقول احنا كده كده ما تلاقوش يا جماعة احنا كده كده ماش يفضل تعادل واحتمال نخطف جول بس مش هيقولهم ان احنا لو داخل فينا جول مش هنعمل ايه لا هيبقى عارف وهيبقى يلهم وهيبقى يللعبين وارد يخش فينا جول اثبت اثبت مكانك زي مباراة ملاجمة هي جولات بتخسر جولة بس تصبر عشان تعرف تكسب الجولة اللي بعدها تستجمع قواك عشان تعرف تكسب الجولة اللي بعدها وهكذا الجولات دي في مباراة واحدة يعني هي المباراة واحدة فلازم تفضل مركز فيها 90 دقيقة ونقطة كمان مهمة تفصيلية مؤثرة جدا المباراة اللي زي دي خاصة لما بتلعب مع لعبين وولد كلاس بلعبوا في أفضل أنديهة أوروبا دي بتخلص حرفيا مع صفارة الحكم هي دي جملة شهيرة المباراة تنتهي مع صفارة الحكم معروفة دي جملة شهيرة بس تحديدا لما بتلعب مع المستوى ده ما تحسش قبل انك وصلت كاس العالم يعني ممكن المباراة تبقى سيفر سيفر لحد ديها 90 لحد الوقت البدل من الضائع يخلص انت مركز مش قوم تيجي ديها 90 تبدأ تحلم بالطيارة تبدأ تحلم بقيمة مصر في كاس العالم هللقى مين في كاس العالم مجموعتنا هتبقى مين في كاس العالم لسه ما خلصتش المباراة هيلعبوا على آخر ثانية حرفيا دول او النوعية دي من اللعبين مش اللي بتتوتر مش من اللي بتفقد الأمل هم متعودين على كده في أنديتهم في أوروبا يبقوا مجلوبين 2-0 لحد آخر 10 دايق ويبقوا مركزين ما بيهبطوش ما بيقاسوش ما بيتخضوش مش هيتأثروا بوجود الجماهير ما فيش أي حاجة هتخليهم متأثرين وبالتالي احنا محتاجين نتعامل مع دي 94 زي ما بنتعامل مع دي الأولى بالزبط بدون تغيير بدون تغيير أبدا تغيير في ايه؟ في التركيز نحافظ طوال الوقت على تركيز عشان ربنا يكرمنا هي نصيح اللي هيسمعها من اللاعبين يبقى الحمد لله وأكيد برضو أنا متطمّن أنهم أكيد فاهمين الكلام ده كويس بس ساعدنا بتسمع بعض بندردش مع بعض بنفطفض مع بعض عشان نعدي الدقائق والساعدة دي وإحنا وصقين والله فيكم وصقين في لعبة منتخب مصري جدا وصقين جدا 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 في مدير فني كبير ورائع هو كالوس كيروش هذا المدير الفني العبكري العبكري المدرب الكبير جدا أنا بقولك كلمتين دول عشان يفضلوا على مسؤوليتي أو أنا قلتهم خلاص مهما كانت النتائج في المستقبل إن شاء الله نوسق كاس العالم بس هيفضل بالنسبة لي الراجل ده مكسب كبير جدا لمنتخب مصر في ناس ممكن تقولك إيه يا عم سيب رجل لبرة وحط رجل جوا عشان افرد مساء خسرنا فتلع تقول إنه هو مدرب ما فيش الكلام ده هو هنكسب إن شاء الله وهو مدرب كبير كلام واضح يا جماعة في منظومة لمنتخب مصر دلوقتي حضرتك من كام يوم كنت تتحدث عن قبل ما هيجي كالوس كيروش إحنا ما عندناش لعيبة لمنتخب مصر إحنا ما عندنا مشكلة لمنتخب مصر أصل كواليتي نوعا كلنا كلنا وانا كمان معا كلنا نقول نفس الكلام هو قدر يعمل منظومة والمنظومة أهم من الأفراد ده في أي حاجة في حياتنا المنظومة أهم من الأفراد فعمل منظومة نجحة فده بالنسبة لي أهم عشان كده بقيتش أفكر في أسماء اللعبين بقيتش أفكر مين اللعبين اللي موجودين والله هيختار ده هيختار ده ده هيتصاب ده هيغيب كل اللي موجود هيخش المنظومة وهينجح بقيت متطمن أنا ما بحبش المدربين اللي هم إيه يقول لك أصلي فلان غام من ده كان فيه مدربين يقول لك يا جماعة هو أنتوا بتحاسبوني ليه ده أنا فلان وفلان وفلان غايبين عندي توس بتنسوا توس بتنسوا من كم شهر أنا أصلا ما مش بقعرف ألعب مش عارف أكسبو مش عارف أصلي اللعيبة مرهقة أصلي اللعيبة غايبة أصلي فلان تصاب فمش عارف إيه أصلي صراح ما جايش فما أقفش أستخدمه في المدربين كتير بيعملوا كده هل أنت سمعت في مرة قال له سكروش قالك إحنا رايحين هذه المواجهة على فكرة كان ممكن يكتب كده على تويتر النهاردة إحنا رايحين هذه المواجهة بصعوبات عديدة ومشاكل كثيرة وغيابات بالجملة وأنا مش عارف إحنا ظروفنا عاملة كده ليه بس إن شاء الله ربنا هيكسمنا عارف أنت التمهيدات دي عارفها سمعتها أنت من المدربين كتير حفظينها الشماعات عارف أنت الشماعات تفاكر كلمة الشماعات دي سمعت الراجل ده قبل كده عملت شماعة أصلي مين غايب واصل اتحاد الكرة ما بيعمل ليش واصل اتحاد الكرة عمال لي واصل اتحاد الكرة مش عارف بإيه واصل الأهلي بيعمل إيه واصل الزمالك فيه إيه واصل أنا اللعيبة المحترفين مش عارف أجيبهم واصلنتو المحترفين بتوعكم مش حلوين لا أصل اللعيبة اللي عندوكم في مصر هما اللي مش حلوين أصل الدولي مش كويس كل الجمال دي حضراتكم سمعتوها قبل كده ومن مدربين في منتخب مصر يلا سمعتوها من مدربين في منتخب مصر قبل كده في سنين فاتت أو شهور فاتت يعني يحسبها زي ما تحسبها بس راجع التصريحات اي حد ده مش تقليل من اي مدرب جيل منتخم بس كلهم كبار وكلهم محترمين بس احنا كنا متعودين على ده متعودنا حد يعني احنا نفسنا بينا نلتمس المدربين الاعذار نقول اصلا هيعمل ايه يعني ما هو ما عندوش لعيبة الكوالية بتاعنا برضو مش كويس عشان كده مش عارف ينجح اصلا اللعيبة غايبة فمش هيقدر ينجح اصلا ما كانتش الدولي ما وقفش فمش عارف ينجح اصلا يا مرهقة كل الشمعات دي احنا نفسنا بقينا نعرف نرددها معاهم معا اللي كان بيقولوا كده هل ده بقى قال لك فمرة اصلا النهاردة انا عندي الوينشو عبد المينعم غايبين فما حدش يسألني عن المباراة اللي جاية هل مثلا قال لك اصلا حجازي مش هينفع العمل غير حجازي ده هم مدفع في منتخب مصر قال لك انا ما عنديش ظهير اي من ما ممكن يطلع بقى نفس الجمل يا جماعة ما هي مصر كلها ما فيها هاش ظهير اي من انت بتحسبني ليه جاب لك عمر كمال عبد الواحد وحط لك امام عشور وجاب عمر جابل من فترة طويلة من الغياب كلهم بيتقلقوا حسيت ان فيه ازمة عندك في الظهير اي من انت حسيت ده احنا منحسها في الاندية في مصر ما منحسهاش في منتخب مصر انت متخيل انت متخيل يعني هو المفروض بياخد من الاندية ظهير اي من منتخب مصر جاهز في الاندية تحس انك بتعاني في منتخب مصر العكس الموضوع بقى مقلوب اللي في المنتخب بقى كويس ده عمر كمال عبد الواحد بعد ما تقلق في كأس الأمام الأفريقية الزمالك خلاص خد قرار ان هو هيرجعه نهاية الموسم عشان المركز ده كل ده مفروض بيقى بقى العكس يعني اللاعب يقى متقلق مع نادي فيتاخد في المنتخب اللاعب دلوقتي بقى يتقلق مع كالوس كيروش في المنتخب فبيرجع نادي كل ده ومش عارفين قيمة الراجل ده بدون مبلغات والله بس في حاجات مترجمة هي مترجمة واضحة حدي يقولك اه انتو بتقولوا الكلمتين دول عشان قبل المنتخب وبتاع والكلام اللي انتو بتسمعوه ده وصلت بتعمله كده عشان تكبروا من الموضوع وتبلغوا يا جماعة واقعة انا قلتلك هو بالدليل انت من كم شهر ما فيش باكرايت من كم شهر ما عندناش غير حجازي انت بسمعتش الجملة دي ولا ماسمعتهاش احنا ما عندناش مدافعين في مصر غير حجازي والوينش سمعتها حضرتك ولا ماسمعتهاش سمعتها صح دلوقتي بقى عندك عبد المنعم جاهز عندك ياسر إبراهيم جاهز عندك أيمن أشرف جاهز عندك علي جبر جاي من بعيد هيبقى جاهز ان شاء الله عندك أي مدافع بيلعب بيبقى جاهز حط في اعتبارك حاجة مهمة كمان الراجل ده بيعمل منظومة لمصر منظومة للقرى المصرية منظومة للقرى المصرية كله ها يستفيد لأن ديها تستفيد المسابعة تستفيد وبالتأكيد منتخب مصر ها يستفيد يا رب ان شاء الله نوصل كاس العالم عشان نفس الراجل ده كمان يكمل معانا مع منتخب مصر يكمل معانا في الكرى المصرية بشكل عام مش عايز أحطه بس فكرة منتخب مصر لا هو أكبر من فكرة منتخب مصر كمان هو كرة مصرية بشكل عام